الاهلي مستفيد استفادة كبيرة جدا بعودة محمد شريف للتسجيل محمد شريف بيسجل المطش التاني على التوالي والمرة دي بيسجل جولين بعد ما سجل ضد فارقه الحقيقة ان محمد شريف الفترة اللي قبل كده كان واضح ان مستوى متأثر بفكرة انه هو غايب عليه التسجيل وابتدى ده يؤثر على اداءه في الملعب فحتى تحرقات محمد شريف ويعني تعامل محمد شريف مع القرى بعيدا عن منطقة الجزاء ما كانش افضل حاجة لان هو الراجل مهاجم فكل تفكيره رايح لسكة ان انا عايز اسجل اهداف فعدم تسجيله للاهداف اثر على اداءه بشكل عام مع الاهلي فما بقاش الاهلي مستفيد به بافضل شكل ممكن محمد شريف من الاساس يعني هو مش مهاجم صندوق يعني محمد شريف هو الراجل كان وينج وبعد كده تحول بقى مهاجم فالراجل الخصائص بتاعته كلاعب مش انه هو اللاعب اللي واقف مستني الكورة جوه الصندوق علشان يسجل منها او اللاعب المهاجم الطويل الطول الفارع اللي بيستغل طوله في انه هو يسجل من كرات عرضية لا محمد شريف راجل من المفترض انه هو بيساهم في بناء اللعب فيا اما هو بيسجل يا اما بيساعد زميله على التسجيل فالحيطتين دول كان محمد شريف مفتقدهم الفترة اللي بعد كأسهم الافريقية يمكن يكون غيابه عن المشاركة مع منتخب مصر اثر عليه نفسيا ممكن يكون اللي حصل في مباراة الكاميرون وي انه هو نزل شوية وبعد كده خرج قبل رقلات الترجيح اثر عليه شوية لكن في النهاية بداية من مباراة فارقه يعتبر الاهل استعاد محمد شريف ومحمد شريف للمباراة التانية على التوالي بيسجل جولين الجول الاول كان يعني باس نموزاجي من بيرستاو يعني باس في كواليتي الحقيقة كواليتي لاعب بحجم بيرستاو ضرب به دفاع المريخ وخلى محمد شريف ينفرد والجول التاني لمحمد شريف هو الحقيقة ان انا انا اسف يعني ان اطلق بط محمد شريف سجل كمان في مباراة فيوتشر لكن الجول التاني لمحمد شريف لو جيت انت بسيط على مباراة فيوتشر مباراة فارقه ومباراة النهاردة هتلاقي ان محمد شريف قادر ان هو يتفاهم بشكل كويس جدا محمد عبد القادر فالجول التاني النهاردة لمحمد شريف في المريخ هو نسخة مكررة بالكربون للجول بتاع محمد شريف فيوتشر والجول بتاع محمد شريف فارقه محمد شريف بمجرد ما احمد عبد القادر بيبتدي ياخد حركته ويستخدم مهارته في ان هو يتوغل جوه منطقة جزاء المنافس محمد شريف بيبتدي يقطع له على القريبة بشكل نموزاجي بشكل كويس جدا وقدر ساعتها ان هو يستلم منه الكورة فالجول تحس ان انت شفته كذا مرة قبل كده فالتفاهم اللي ما بين محمد شريف وحمد عبد القادر يفكرك بالتفاهم اللي كان بين محمد شريف وافشة في الموسم اللي فات فمن الواضح ان الموسم ده في بينهم تفاهم كبير جدا حيفيد الاهلي وهيفيد محمد شريف لسه الموسم طويل احنا صحيح احنا في شهر مارس لكن احنا لسه في بداية مشوار دوري ابطال افريقيا ولسه الدوري المصري اعتبر في بدايته فالتفاهم اللي ما بين محمد شريف وحمد عبد القادر ده هيكون مفيد للاتنين على مدار الموسم وبالتالي هيكون مفيد للاهلي